والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله نحن في الحلقة السادسة في الرد على دعاوة الطرق الصوفية في الصفحة الفاشلة بتاعتهم في الانترنت اللي هي بأصل فيها للشركيات والكفريات وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وعبادة العباد من دون الله عز وجل الصوفي بيرود عليه برضو في رد على الجفري قال قال حديثة الإسراء والمعراج دليل على إنه الموت بعد ما يموت بيقدر شنو يتكلم من جوالقبر ويتصرف من جوالقبر مع الناس البر الأحياء في الدنيا وستدل قال بحادثة الإسراء وقال إنه سيدنا إبراهيم هو ما في منتقل من الدنيا برضو أخبر في الإسراء وقال كذا كذا وكذا 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 كلام ده كله كلام يعني الحديث صحيح لكن الاستدلال به استدلال باطل وسقيم لأن هذه حادثة الإسراء والمعراج حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام معجزة وهي من المعجزات ومن الآيات الكبرى التي أعطيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فالإسراء كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانت معجزة وآية من الآيات الكبرى ليه وعليه الصلاة والسلام ومعجزات الأنبياء الكبرى لا يقاس عليها أصلا يعني ما ممكن زوله يقول يا أخي طالما النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصل لها الإسراء والمعراج فيبقى شيخنا البرعي حايح صل له الإسراء والمعراج أو زي ما بيستدل هذا الصوف البليد لأنه دي معجزة أصلا لنبي ما ممكن تكون هي من الآيات الكبرى وتكون لأحد تاني غير النبي وغير الرسول وإلا لما فرق بين النبي والرسول وبين غيره فإذن معجزات الأنبياء هذه الكبرى لا يقاس عليها أبدا ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها شكد ربنا سبحانه تعالى في الآية ذاتة بتاعت الإسراء قال سبحان الذي أسر بعبده وهو واحد يعني بصيغة المفرد وهو واحد وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فما ممكن يسر أو يعرج بواحد من الصوفي هؤلاء الهلافيت يصعوده بفوق ويقول لك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع إبراهيم فوق إبراهيم يتكلم معه يبقى شيخنا فلان الجفري أو البرعي أو المكاشفي أو أي واحد من هؤلاء الطواغيط يحصل له كلام زي هذا وما حتى القدلين اليوم القيامة يا صوفي إن الإسراء والميراج حيحصل لواحد من شوخك أبدا هذه آية كبرى حصلت له واحد ربنا قال سبحان الذي أسر بكم بعبيده قال بعبده واحد وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحصل له بعدها خاطب سيدنا إبراهيم وخاطب موسى وخاطب الأنبياء وصل بيهم دي كل في باب المعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فما بتقيس عليها وتقول ده بيحصل للأولياء دي أول نقطة لهذا الصوفي المجرم الذي أراد أن يؤصل أن الموت يتكلمون ويخاطبون ويخاطبون بعد ما يموت ويدخلوا في القبر هذا باطل لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما أنت بمسمع من في القبر وقال الله سبحانه وتعالى قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يبقى الموضوع ده منتهي بنص هذه الآيات أما ودي شبهة الصوفي ذات معارفة خلاص نحن نوريه الحديث ونوريه الشبهة الممكن تكون ورد عليها الحديث الصحيح بعد ما ماتوا في غزوة بدر مشركي قريش والنبي عليه الصلاة والسلام رموان في ذلك البير قليب أو كما يسمى بعد ذلك جاء خاطبهم قالهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا أحد الصحابة قال ليه أنت تخاطبهم فهل يسمع فقال ليه النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث أنه الآن هم يسمعوني ولو يستطاعوا لأجابوا وده فيه دليل ذاته على إن الموت ما بيتكلموا أنه قال له يستطاعوا لأجابوا لكن كونه بيسمع لي ما بتعارض الآية لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما بتعارض عليه لأن الحديث عنده تمامه قال قتاد رحمه الله أحياهم الله للنبي عليه الصلاة والسلام فسمعوا كلامه حتى بعد ذلك ماتوا فيبقى دي برضه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام ما بتحصل لشيخ صوفي ولا أي ظلم ما دال كان ساكت ودرد عليها طيب بعد ذلك جاب شوفها قال في الجزء 11 من فتاوى ابن تيمية الصفحة 280 281 قال ده دليل على إن الموت بيتكلموا من داخل القبر ده الصوفي ذاته هذا المجرم الذي يمثل جميع الطرد الصوفية وده مجموعة الفتاوى جزء 11 يهون ده ذاته الصفحة 280 281 وده الأثر أجابه ذاته لكنه ما فهمه بس هو ما فهمه صوفي والأثر أصلا بتكلم عن ابن تيمية بتكلم عن كرامات الأولية الحقيقيين أولياء الله سبحانه وتعالى مش أولياء الصوفية بعد ما تكلم عن كرامات الصحابة والتابعين وكده بتكلم لسه عن كراماتهم قال وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة ده الأثر أجابه الصوفي يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات وكان المسجد قد خلى فلم يبقى غيره الصوفي جاب الأثر ده ليه يستدلميه على إنه الميج والقبر ممكن شنو يتكلم أشان يبرر به للكرامات بتاعت الصوفية إنه في كتاب كده زي ما حقراليك باعشوية إنه داك طلع من قبره داك دخله كله في الأم كرتون فارغة ساكت ما عنده أي علاقة مع الحقيقة جاب جاب الأثر ده جابه من تيمية أشان يستدلبه إنه الميت ممكن يتكلم من داخل القبر طيب قال وكان ابن سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات طيب ابن تيمية قال كان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر النبي عليه الصلاة والسلام هل دا فيه دليل إنه زول يتكلم من جوى القبر ما فيه دليل ليه لأنه لو كان فيه دليل كان الأثر يكون إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يأزم من داخل قبره من هنا خلافنا مع صوفي إنه مبذل بيتكلم من داخل القبر ده خلافنا كده هو قال لا في ناس بيتكلم من جوه القبر قال جاب الأثر ده وجاب أثر غير حرود على كله خلاص هنا سعيد من المسعيب كان يسمع الأزان ككرامة له وده ولي كرامة له سابتا نحن وننكر كرامة للأولية لكن ده الأولية حقيقي طيب لكن خلافنا إنه هل هنا الأزان داخل القبر دامنه الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو الأزم من جوه هل ابن تيمية قال كده ما قال كده قال كان الأزان يسمع من هناك من داخل قبر النبي عليه وسلم أو من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقات الصلوات لكن ما قال الرسول الكام بأزن فأثبت لينا إنه الرسول الكام بأزن وأثبت لينا صحة الأثر نسلم لك بأنه شنو بأنه الميت ممكن يكورك من جوة قبره ولو أثبت لينا ذاته إنه ده الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بأزن. فده الرسول. هل بيقاس على النبي عليه الصلاة والسلام ناسك ديل? تعني الصوفية? ده لو كان اصلا الرسول ازن. لكن الرسول الله سلم ما ازن من داخل القبر. وما في دليل يدل. ولا الدليل ده. قال كان يسمع الازان من قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هل قال النبي كان بأزن? يعني من جهة ذلك القبر. كما نقول ابن تيمية. طيب. بعد ذاك الصوفي كان جاب آسار تانية. لانه انا ذكرت لك الآيتين. ربنا سبحانه وتعالى قال وَلَوْ سَمِعُوا مَا سْتَجَابُوا لَكُمْ فَمِنْ جُوهَ مَا بِتْكَلَّمْ تَاني. زول دخل جهة القبر ما بيتكلم. وربنا قال وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ طيب. قال في تفسير ابن كثير. تفسير سورة آآ الملك قال. قال في حديث لابن عباس. ده في تفسير ابن كثير. قال في حديث لابن عباس في تفسير سورة الملك. بهدول النزول يتكلم من داخل القبر. وشوف سبحان الله احنا ذكرنا الآيات الصحيحة يا جماعة. كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. والصوفي يستدل بها احاديث وآثار ضعيفة. ما صحيحة. اشان عارض بها القرآن. كلام ربنا. وهي آثار ضعيفة اصلا. وحجب لك الآثار الزكرو زاته. طيب. طيب. قال وقال الترمذي. ده من تفسير ابن كسير. حدثنا محمد بن عبد الملك. ابن ابي الشوارب. حدثنا يحيى بن مالك النكر عن ابي عن ابن عباس. قال ضرب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر. وهو لا يحسب انه قبر. انه قبر انسان. يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر. وانا لا احسب انه قبر. فاذا انسان يقرأ سورة الملك تبارك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. ثم قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. طيب. الاثر ده اول حاجة اثر ضعيف. ما صحيح. العلماء قالوا الانه في اسناده في يحيى ابن عمر ابن مالك النكري وهو ضعيف. ويحيى ابن عمر ابن مالك النكر ده رماه حمد ابن زيد بالكذب. حمد ابن زيد ده احد ائمة اعلام الحديث وعلم الحديث. قال الرجل ده كذب. وزكر الزهبي ايضا هذا الحديث. الاسر جابه الصوفي المجرم ده ذاته. الذهبي ذكر الاسر ده في مناكير يحيى ابن عمر ابن مالك النكري. انظر ميزان الاعتدال الجزء اربعة الصفحة تلتمية تسعة وتسعين. وايضا قال الشيخ الالباني في ضعيف سنن الترمذي حديث رغم خمسمية ستة وربعين. قال هذا الحديث ضعيف. وانما يصح منه قوله هي المانعة. هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. ده بس الصحيح. يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ده بس. اما القصة لسهذا اللي بقى الصوفي. انه واحد مدفون تحت. وبقى يقرأ صورة الملك من جو القبر وسامع الرجل ضرب الخباء. ده قصة ضعيفة. كما ذكر ذلك العلماء الامام الذهبي. وغيره. اذا اثر ضعيف. وشو سبحان الله صوفي يدي المجرمين كيف? ايات انا ذكرتها تدولي النزول يا القبر تاني شنو? لا بيسمعك ولا بيتكلم معك. ايات من القرآن من كلام ربنا. شفت كيف? بعد ده صوفي يخلي كلام ربنا. وياخد فيه اثار ضعيفة. عشان يزبط بقى الشرك بتاعه. وعشان يبرر بقى انه شو ياخده اللي بتكلمه من داخل شنو? القبر ناس البراعي وهلوم جرة وهؤلاء التواغيط المجرمين. فده اثر ضعيف يا صوفي. الصوفي قال قال شنو? ودي كمان حاجة ضريفة جدا. قال وان كان الاسر يعني يعني ان كان الحديث فيه يعني ما قال 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 ولكن الحديث الضعيف قال تعريفه معناه قال موافق للقواعد الشرعية. يعني تعريف الحديث الضعيف عند الصوفي اذا قلنا لعرف الحديث الضعيف قال هو الحديث الموافق للقواعد الشرعية. طيب هو موافق للقواعد الشرعية كنت ايف كيف يا بليد يا احمق. قال اما اما قال الحديث الذي يعارض القواعد الشرعية قال هو الموضوع قال كما ذكر الزهبي. الزهبي ذكر الجزئية التانية دي. ان الحديث الموضوع هو الذي يعارض القواعد الشرعية. لكن الجزئية الاولى فيها موضع النزاع دي قطاع الصوفي من راسه? قال لي شنو? القطاع الصوفي من راسه? انه الحديث الضعيف هو اللذي يوافق القواعد شنو? الشرعية. كيف يكون ضعيف? طيب? ومنوء الزهب ما قال ان الحديث الضعيف هو الذي يوافق القواعد الشرعية. دجل وكذب من الصوفي المجرم ده. ودا ما غريب على الصوفية لان الصوفي بكذبا على الله. عديل كده كده بكذب زي ما حقر اليك الان من كتب بعض كتب الصوفية كلام عجيب جدا جدا. حلاس? كلام عجيب حتستمع له الان وحتشوفه. في كتابة انا جبتوا معي. اخر. طيب. الاثر التاني الزكره قبل ما نفتح الفضائح بتاعت الصفية دي. قال في تفسير ابن كسير قال سورة الاعراف الاية كم? قال متين واحد. متين واحد. قال ده برضو دليله على انه الموت دي الداخل القبر قال ممكن يتكلموا ويفعلوا ما يشاوه مع الناس البر يعني. طيب تفسير الآية متين واحد من سورة الاعراف من تفسير ابن كسير. اول حاجة نقرأ الاسر. قال ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو ابن جامع من تاريخه ان شابا كان يتعبت في المسجد فهويته امراء فدعته الى نفسها. فهويته امراء فدعته الى نفسها. وما زالت بيه حتى كاد يدخل مع المنزل. فذكر هذه الآية. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. قال فخر مغشيا عليه ثم افاق فاعادها فمات. قال فجاء عمر فعز فيه اباه. وكان قد دفن ليلا. الشاهد لسه حنجيه. الصوفي وقف لحد هنا في البداية وقال دا دليل على انه جواز استقبال العزاء. ما اصول العزاء بجوز يعني. كونك تعز زول مات. تعز اهل في زول في ولده ما المات مثلا ما فيها مشكلة. وازيدك كمان يا صوفي. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح. من عز اخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ما في مشكلة يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعز يقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده من مقدار فلتصبر ولتحتسب. لكن الصوفي ما قصد التعزية. قصد انه تعمل فراش بيت بيك. قال دا دليل. والدليل دا ما فيه بيت بيك. يا صوفي يا مجرم دا ما فيه بيت بيك. دا فيه ان عمر من الخطاب مش عزة. والاثر دا كله ضعيف. اهه. كله ضعيف. ما حصل ذاته. الكلام دا. في الاثر دا كله ما حصل. ضعيف. وحوريك بعض شوية ضعيف كيف. لكن لو حصل ذاته. هل دا فيه بيت بيكة? فيه خيمة فيه صيوان? عمر مش عزة. انا ذاته قاعدة مش عزة يا صوفي. طيب. صوفي لكن دا ريكوت في بيت البيكة ويتكسر ويشرب الجبنة ويدرب العصيدة ويأكل اللحمة لانواصل صوفي مدعودين على الشغل. طيب. قال فذهب فصل على قبره بمن معه. قال دا عمر بن الخطاب. ثم ناداه عمر فقال يا فتا ولمن خاف مقام ربه جنتان. فاجابه الفتا من داخل القبر يا عمر قد اعطانيها ربي عز وجل في الجنة مرتين. دا العمر نادى من وين? قال الفتا نادى عمر من داخل القبر. قال وهذا دليلنا على ان الموت بتكلم من جوه. الله قال ما بتكلم. نهايه. وذكرنا الآيات. طيب الاسر دا معناته شنو? الاسر دا ضعيف. سبب ضعف وشنو? اول حاجة ابن كثير جاءوا بدون اسناد. واوردوا عن الحافظ ابن عساكر. لكن العلماء في تحقيق ابن كثير قالوا اول حاجة الاسر دا اسناد ضعيف. واصلا الاسر دا ورد في تاريخ دمشق الجزء خمسة واربعين الصفحة اربعمائة وخمسين. وسبب ضعف ان فيه رجل مبهم. فيه رجل شنو جماعة? مبهم وفي اسناده من لم يعرف اصلا للعلماء. لكن فيه رجل واحد مبهم وده يكفي لإسقاط هذا الاسر لمن يعلم علم الحديث اصلا. زولل بيعرف علم الحديث بيعرف انه دا كده بيسقط الاسر وبيضعيفه. لكن الصفي اذا كان قال قال الحديث الضعيف هو الموافق لحظ الكلام ده. الموافق للقواعد الشرعية. دا يدل ان الصفي دا ما عنده اي علاقة بالحديث ولا بالقرآن ولا الدين زاده. طيب. ازيدك ادل زيادة من السنة كمان. ان زول جو القبر. كلام ما بيسمع بر ما بيتكلم. ابدا. في البخاري الحديث يصوفي. وهو قصة اه عبدالله ابن حرام. يرويها ابن جابر ابن عبدالله ابن حرام رضي الله عنه عن ابيه. قال لمن غزوة احد كانت بكرة دعاني ابي فقال لي غدا الغزوة. وما اراني الا اول مقتولا في من يقتل. وصوا باخواته خير. وعنده ديون قال له اغضيها. المهم بعد ذاك فعلا بكرة غزوة احد. اول قتل منه. عبدالله ابن حرام والجابر. بعد ما استشهد رضي الله عن الجميع. فربنا سبحانه جابر ابن عبدالله جل النبي صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام قال له لقد كلم الله اباك وقال له قال تمنى فقال ابوك اتمنى ان تعودني الى الدنيا لاغتل في سبيل الله مرة اخرى. فربنا سبحانه وتعالى وراه انه مفزو البرج على الدنيا تاني. فقام عبدالله ابن حرام قال قال دار يبلغ الناس يوريهم. فربنا سبحانه وتعالى ازلوا انه يبلغهم ربنا عز وجل فانزل آيات. يعني ربنا قال له كلا ما بترجع تاني. فقام ربنا سبحانه وتعالى انزل آيات وتلاها النبي عليه الصلاة والسلام للنبي جابر ابن عبدالله ابن حرام في شأن ابيه ليخبر قومه وليخبر من بعده ما وجد وما لقي من النعيم المقيم والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلو كان في زول ممكن يتكلم بعد ما مات لأزين الله لوالد جابر ان يتكلم مع الصحابة بصوته حتى يسمعوه ما وجد من النعيم. لأننا محتاجين نسمع الكلام. لكن ربنا سبحانه وتعالى بلغ عن آآ والد جابر ابن عبدالله ابن حرام. هذا الكلام في آيات نزلت من السماء. طيب. والقصة موجودة بصحيح البخاري. هذا الحديث موجود بصحيح البخاري. تاني ما عنده حاجة صوفي. وهذا الكلام كذب. وده كل جماعة يبرر بيه لانه الخزع البولات والشركيات بعد الصوفية. البتروى عنهم كذبا وبطلانا انه بعد ما دخل قبره طلع وبعد ما سوى وداك مشى لي قال قبر واحد. ابو واحد من الحيران. وقال لي ابو اقدر لعله ما راضي عنك. وقال لي قوم بعد داك قوموا. وقال لي ارضى عن ولدك. وقام رجعه تاني تحت. وده كله كلام فارق. وكلام باطل. يعني الكلام الموجود في كتب الصوفية. والصوفية اصلا اصلا بينشروا الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن بيلبسوا الحق بالباطل. وربنا قال ولا تلبسوا الحق بالباطل. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وضي صفة من صفات اليهود. انه زل يلبس الحق به الباطل. والله تعالى اعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك. على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير. بارك الله فيه.